فعز انشغال وسائل الإعلام العربية والعالمية بخبر استقرار الأميرة هايا بنت الحسين أصغر زوجات الشيخ محمد بن راشد آلي مكتوم نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي في بيتهاب لندن مع بنتها الجليلة وابنها زايد بعد هروبها من الإمارات الكل أعادي يتكلم عن الغرام اللي كان بين الأميرة هايا بنت الحسين وباسل الأسد ابن حافظ الأسد السوري فيطر إيه الحكاية دي باختصار يا سيدي الأميرة هايا الحسين كانت المفروض تبقى زوجة باسل الأسد ابن حافظ الأسد اللي كان مرشح انه يبقى رئيس سوريا لكن مات بعد كده في حدثة وقتها الأميرة جالها صدمة وحالة نفسية خلتها تتعلق بمدربها الأسباني وتهرب معاه لمدريد وقبل موت باسل كان فيها علاقة غرامية بتجمع هايا الحسين وباسل الأسد وكانت العلاقة الرياضية والأنشطة الفروسية كانت زي سطارة كده مخبيين وراها قصة حبهم خلينا أقول لك أن باسل الأسد كان مهتم بالفروسية السورية ودعمها بملايين اللي رات كمان من خزينة الدولة وده طبعا علشان العلاقة الغرامية اللي بتجمعه بهايا الحسين مش عشان بيحب الفروسية خالص عشان حبه الهايا بنت الحسين الأميرة هايا بتقول أن بعد موت باسل كانت نهاية الفروسية في سوريا وفي سنة 1994 راحت الأميرة هايا ألقت خطاب قدام أعضاء ربطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية قالت فيها السنة دي كانت عالمة فرقة فقط فيها اتنين من أقرب أصدقائي أولهم صدقت بالجمعة واللي عرفتها لما كان عندي 12 سنة وتانيهم هو زميل فريط القفز على الحواجز الرائب باسل الأسد خلينا أقول لك أن الأميرة هايا من موالي دوامان سنة 1974 وهي أخت الملك الأردن الحالي عبدالله ابنة ملك الأردن الراحل حسين بن طلال والملكة علياء الحسين اللي توفت في تحطم طائرة مروحية سنة 1977 كانت الأميرة هايا دلعت أبوها الملك حسين وفي 2004 تزوجت الأميرة هايا من الشيخ محمد بن راشد وهي خريجة جمعة أكسفورد وكانت بتدرس الفلسفة والسياسة والاقتصاد هي طبعا من وهي صغيرة كانت مهتمة بالخيول ولما كبرت بقت أول بنت بتمثل بلدها الأردن في مسابقات الفروسية من وهي عندها 13 سنة وطبعا عشان هي كانت حلوة حبتين لما كبرت اتقدم لخطبتها ناس كتير لكن طبعا كانت بتحب باسل الأسد ولولاموتو كان زمنهم متجوزين والحد دلوقتي ما ادرتش تنساه وكانت الأميرة هايا وباسل الأسد بيحبوا أغنية السود عيونه لمصطفى أمر يعني تقدر تقول كده الحب كان مولع في الدرة بس للأسف ما اكملش عشان باسل الأسد مات لكن في روايات بتقول ان هايا اتجوزت حاكم دبي محمد بن راشد عشان تنسى باسل الأسد وكانت الزوجة الستة لي لكن بعد كم سنة دخلوا في معلقة القضاء من أجل الانفصال وفعلا اتطلقوا وانتهت علاقتهم للأبد فيطر كنت تعرف قصة الحب بمبسل الأسد وهيا الحسين قلنا رأيك بالكومنتات واستنونا في حكاية جديدة من حكاية عمار اشتركوا في القناة